بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة سوسن سامي انجلش النهاردة ان شاء الله هنشوف مع بعض اه منهج الصف السادس الفدائي اه دي اه اللي هو المنهج الجديد لعام الفين اربعة واشتريمين عندي هنا اه طبعا يعني الورق دوت يونت وان بس اه هو منزله مستر احمد اه الشرقامي حاجة زي كده طبعا قطر خيره اه اول يونت اسمها جرين ستز اه في اليونت دي فيه خمس دروس في كل يونت هيبقى فيه خمس دروس اه في اول درس بيبعرفني طبعا على الاهداف بتاعت اليونت listen read write and research about green spaces in towns طبعا جرين ستز اللي هي المدن الخضراء هنعرف اه نكتب او نسمع او نقرأ او نبحث كمان عن المناطق الخضراء الموجودة في البلدان talk about how often we do things listen and read about a project to make to make a city greener عشان نخل المدينة يعني اقصر خضارا يعني احنا اعمل مشروع say the sound th and s الصوتين دول هما الموجودين في اليونت الاولانية write an email about things i miss about egypt هكتب كمان ازاي اعرف اكتب email هنا ازاي مصر مصر وحشاني في اليونت دي يعني research and make an infographic about my area infographic معناها رسم تخطيتي ازاي اعمل رسم تخطيتي ازاي الجراف كده عن مصر او عن المنطقة اللي انا عايش فيها طبعا do you know urban greening ده اللفظ ده موجود في اليونت دي urban greening يعني تخدير المناطق الحضرية is an important part of town هو منطقة اا مهمة جدا في المدينة planning in many countries بتم تخططها في كثير من البلدان it means creating areas بتاعني يعني اا نبني او نصنع مناطق او مساحات of plants من النباتات and trees والاشجار in cities these areas are for the people المناطق دي للناس and wild life وكمان الحياة البرية زا تلف زير اللي عايشة هناك طيب lesson one we work in the community garden نحن نعمل في اا حضيقة المجتمع community هنا معناها زي society كده عندي هنا بعض الصور طبعا وفي conversation between نبيلا and maryam نبيلا بتقول لها no school tomorrow do you want to come to my house مفيش سكول بكرة هل انت تريدي ان انت تيجي من البيت يعني thank is nabyla but i always help my aunt on friday afternoons at the community garden انا دايما يمق مع بساعة ادخلتي او عميتي يعني على حسب نبيلا لقيت لها the community garden the community garden ايه community garden دي ايه اللفظة قيدة دي او ايه لنا سمعته what is that it's a big green space on the roof of my aunt selma's apartment block ده روف عند خلتي selma عبارة عن مثلا منطقة خضراء في العمار اللي هي سكنة فيها the people who work there والناس اللي تشتغل هناك are all volunteers هم متطوعين from the neighborhood من المنطقة اللي سكنين فيها we grow vegetables نزرع خضروات to eat and sometimes we sell them in the market وده احيانا بنبحها بردو that's interesting what things do you grow ايه الحكاة اللي انتوا تزرعوها well we usually plant tomatoes peppers onions lettuce things people eat all the time sometimes we also plant fruit trees this year we have lemons and dates السنة يبقى عندنا بلح ولمون and do you grow all this food in the middle of the city wow yes it means people can grow their own fresh food and it's organic too يعني الناس بتقدر تزرع الاكل الفرش وكمان بيبقى في نفس الوقت organic which means we only use natural fertilizer fertilizer معناها natural fertilizer معناها مخصبات طبيعية اللي هي بتاعت التربة we never use chemicals عمرنا منستخدم الكيمويات does your garden produce a lot of vegetables طيب القردن بتاعتكو بتنتج بعض الخضار yes it does from just one square meter of roof garden we can harvest 20 kilos of vegetables 20 kilos من الخضار ممكن نحصدهم في السنة and that not all وده مش كل حاجة roof gardens also help clean the air in the city كمان الroof garden بتساعد في تنقية الهواء بتاع المدينة so that's good for people's health عشان كده هو صح يعني كويس جدا لصحة الناس and they are a great place to meet people and make friends ومكان جويس جدا لمقابلة الناس وعمل صدقات it sounds great مريم ده شكله جميل جدا يا مريم we need more community roof gardens like that in our city احنا عايزين حاجة زي كده في ال city بتاعتنا ان شاء الله طبعا هنا في ال exercise تطبيقا على ال conversation اللي احنا سمعناها listen and read again check right the floods the foods the foods مريم mentions طبعا حتحط tick على الاكل اللي مريم قدته number four exercise number four complete summary with the words from the box عندي هنا بعض الكلمات وحنحطها في الفراغات عن زي aren't clean friends grow plants roof sell tomorrow طبعا على اساس برضو المحادثة اللي احنا عملناها work with a partner discuss these questions طبعا ده speaking the speaking skill المفروض تتعامل في الكلاس ان هو حيبق فيه محادثة ما بين واحد طالب والتاني does your family have garden or a balcony what do you grow there حاجة زي كده where do the vegetables and the fruits that you eat come from listen to we always work hard دايما مشتغل بجد عندي هنا earth aid what is many forests عندي برضو لفظة جديدة حاجة اسمها mini forest يعني الغابة الصغيرة mini forest is an organization which bring the benefits بتقلب الفوائد of a forest into the heart of our cities طبعا الكلام الوطر ماركب طبعا موجود على الشيتس ديت يعني فيه كلمات مش واضحة شوية ان حقر الواضح we always work hard to identify idea urban location for many forests where people and wildlife need nature most we never grow foreign plants in our project we always use fast growing native trees and follow effective forest management methods developed by experts we also usually work with local communities to plant and like that we collected data from every forest we plant a few times a month we rarely have enough people for all our projects so we need more volunteers to join the many forest movement click on the link to find out more عندي الاكترسيز وكمان الانجوش فوكس هنا على ايه وعلى الادرب we use الادرب الهو الحال of frequency before a verb to talk about the frequency of the action we always say always often sometimes and so on we always work hard to identify ideal urban locations واستخدمها ووفن طبعا ايه كمان number three circles the correct answer هنحط دايرة على ايه الكلمة الصحيحة put the words in the correct order عندهم كمان order to make sentence in your notebook عندي مثلا 10 p.m usually in bed before i am هيبقى مثلا i am usually in bed before 10 p.m مثلا يعني circle the correct adverb in each sentence هتعمل دايرة على الادرب الصحيحة في الجملة على اساس بردو اللي انت قريطو where do the friends decide to go on saturday decide يعني يقرر يذهبو فين في يوم السبت listen again عندي بردو fill in the space fill in the gaps على اساس هي شكلها conversation يعني tips we use the present simple tense كمان بيراجع لك على present simple tense to talk about the habits and routine i visit my cousins every week he usually goes to school by bus answer the questions then listen again and check طبعا هنا اسئلة مقالية بعود الستودنت على الاسئلة المقالية يعني where do nadine's grandparents live how does she get to their home we can use this time expression to talk about how often we do something بردو استخدام everyday once a week twice three times a year twice a month twice a week الحاجات دي اللي هي الكيوورد بتاعة البريزن سيمبل number nine complete the paragraph with the time expression from the tape box my sister داليا بلايز باسكتبول نواط on tuesdays and saras days طبعا الحاجات دي طبعا على اساس طبعا المحادثة اللي احنا قرناها او الparagraph اللي احنا قرناه ام اوكي او دي وقت ملوش علاقة هو بس انت ممكن تستخدم يعني ايه تكتب الكيوورد الexexperations اللي بتعبرها البريزن سيمبل في الفراغات دي write a short paragraph about you اكتب paragraph عن نفسك use the language focus on box on page 7 and tip box to help you ازاي تكتب paragraph work with a partner ask and answer ask and answer questions about your weekend بردودا's speaking skill lesson 3 هنكلم عن الساينس plantes of egypt النباتات في مصر work with a partner discuss do you like dates when do you eat them what is a date palm يعني ايه date palm the date palm is the most ancient cultivated tree in the world dates have been cultivated for more than 5000 years these trees like dry desert conditions and they usually grow in areas with very long hot summers and not a lot of rain there are a lot of oasis farms in egypt where people grow date palms but the largest we and and around toshka وهكذا okay فان هو الخط صغير عايزة طبعا كل كلمة مفوت الترجم للاطفال في سنة ستة برضو find these numbers in the text what do they describe answer the questions in your notebook write full sentence برضو كتابة مقالية which area of egypt produces the most dates how many seeds are there in a date fruit read the fact file match the heading a c do paragraph one and three عندي صور وعندي بارغرافات طبعا الطالب المفرد يقرأ بيعرف يقرأ البارغراف ده وبيصها وبيه يوصلوا بالصورة المناسبة work with a partner answer the questions then read again and check برضو برضو فيه شغل مع الpartner think research and answer the part مهم what things do you have in your home that come from the dead palm tree which other plants do you know that grow in egypt and have different parts we can use listen for reading reading skill مهم جدا طبعا what do you like about your neighborhood وائل is in new york for a year with his family hi samar how are you i am well and in new york is great our apartment block is on the 16th floor so we have a great view دي التكلم عن new york match words in طبعا في reading skill هم حاجة بنطلع الفوكاب طبعا فيه كدب خارجية كتير هتنزل في السوق ان شاء الله الاعتماد على كتاب المدرسة الواحدة الواحده مش كافي عندي هنا for true or false exercises first read the sentence carefully underline the keywords and look for similar words in the text compare the information in the sentence and in the text okay read the text again find five things you can do in high line the selfish giant look at the picture what season is it listen and read check your answer بردو زي ريدي كده ما هي دي قطعة ريدي بردو in a village in the countryside there lives a giant who has a wonderful garden in his garden there are tall trees beautiful flowers and soft green grass there are colorful birds singing in the trees and bees on the plants every afternoon on their way home from school the local children come to play in the giant's garden the lovely garden always makes the children happy but the selfish giant doesn't want to share his garden so one day he builds a big wall around it now the children never never come there to play the days pass and the garden is always empty and silent slowly the green the green grass turns brown the leaves fall from the trees then snow cover the garden and all the little birds and bees spring arrives in the village but in the giant garden is still winter everything is under the snow the giant doesn't مش بقى واضح الكلام طبعا وترمارك على كل طبعا الحاجات دي عايزة ايه مذاكرة جميلة جدا writing في الليسون 5 تدريب على الكتابة تدريب على الكتابة هنا ايميل زي اكتب ايميل بسيط جدا وسهل ان شاء الله imagine you go to live in another country what things do you miss most about egypt and your home الحاجات اللي ممكن تفتقدها لو سفرت وتبحشك جدا في مصر show you infographic to your group of class infographic حاجة زي رسمة توضيحة ورسمة بياني كده اوكي يبقى كل يونت في 5 listen دي يونت 1 اللي متاحة حاليا بالتوفيق الى جميع ان شاء الله اه لو في اي comment او اي استفسار ممكن تتركه في comment وانتنساش لايك للفيديو كانت معكم ساوس انسامي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته